الطلبة العزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة المختصرة سنتحدث عن مقدمة عن إدارة المشاريع المتحدث معكم الدكتور خلدون التميمي تدريس في كلية الهندسة جامعة البصرة وحاصل على شهادة الماجسل والدكتوراه من المملكة المتحدة وأيضا على شهادة البي ام بي المحترف المحترف في إدارة المشاريع من معهد إدارة المشاريع الحالمين بداية نحب نتطرق إلى سؤال مهم وهو ما هو المشروع وما هي أهم خصائصهم طبعا ليس كل الأعمال اللي تم إجراءها هي تعتبر مشاريع لميز المشاريع عن غيرها من الأمور على سبيل المثال الـ Operations أنه المشروع Temporary أنه إلى بداية وإلى نهاية عكس الـ Operations اللي هي عمل روتيني مستمر إلى فترة غير معلومة فعلى سبيل المثال لو فرضنا مشروع معين اللي هو مشروع مثلا بناء أو تطوير خدمة الفايف جي مثلا لأحدى الشركات خلنفضوا شركة زين أو شركة تحب تطور خدمة الفايف جي كخدمة للعملاء فالمشروع لإكمال الخدمة هذه هذا يعتبر مشروع إلى وقت محدد يتم إكمال الخدمة به بعد أن تكمل البنية التحتية للخدمة من توراة إلى آخره من برامجيات يتبدأ بمرحلة تشغيل هذه الخدمة وتقديم التحديثات المستمرة للزبائن إلى آخره من التطويرات اللي تصير بشكل روتيني ومستمر لفترة غير معلومة فهذا اللي يميز المشروع عن الأعمال الأخرى أيضا المشاريع هي تقدم أما خدمة أو منتج مثل ما قلنا ممكن أن يكون منتج ممكن بناعة مدرسة ممكن المشروع يكون جسر وممكن أن يكون خدمة مثل ما قلنا مثل خدمة الفايف جي أو فت برنامج معين شركة الموبايلات تحب التطورة لعملاءها لكن الشيء المهم بالمشاريع أنه هي بعد إكمالها رح يتم تحقيق هدف للمؤسسة هدف مؤسسي هذا قد يكون هذا الهدف هو جزء من الخطة استراتيجية المؤسسة فلو فرضنا مثلا المؤسسة معينة خلنا نفض مؤسسة حكومية تهدف لي على سبيل المثال التخلص من أو التخلص من الدوام الثلاثي على سبيل المثال يعني تعزيز المدينة معينة بالمدارس المطلوبة للتلاميذ فهي خطة استراتيجية أو هدف ذو من خطة استراتيجية الآن المشاريع اللي هي المدارس اللي نحتاج نبديها في مناطق متفرقة من المدينة كل واحدة من عندها يعتبر مشروع فإنجاز كل مشروع يعتبر قاعصوب وين قاعصوب في إكمال الهدف اللي هو ضمن الخطة استراتيجية فهذا ما يميز المشروع عن غيره من الأمور مثل الهدف فمثل ما ذكرنا قبل شوي أنه أكو لازم هدف أو متطلبات مؤسساتية هاي المتطلبات لأجل انكمالها يتم العمل بمجموعة من المشاريع وهذه المشاريع بعد إكمالها تتحقق يصير عندنا تجي عندنا بنايات تجي عندنا مثلا برامجيات إلى آخره ورح يصب ونوين أنه المؤسسة رح أعمالها تستمر بالعمل بسبب أنه هاي المشاريع قاعد تعزز من خدمات المؤسسة ورح يصب الجميع في أنه تتحقق الأهداف المؤسساتية فلذلك السبب أنه تستثمر الشركات في المشاريع الآن كيف نحدد أنه مشروع ما هو ناجحا أو فاشلا أكيد هسا من التعريف اللي قبل شوي ذكرنا رح واحد يقدر يتصور أنه المشروع حتى يكون ناجح بشكل أساسي من يكتمل لابد أنه خنقول يحقق الهدف اللي أنشئ من أجله فلو فرضنا أنه في خطة استراتيجية لمدينة معينة هو بناء جسر في مكان ما لتخليص المواطنين من الأزدحام لكن بعد اكتمال الجسر خنفرض وتم تشغيل الجسر للمواطنين ما تعالجت المشكلة ظل الازدحام موجود فهنانا رغم أنه المشروع اكتمل لكن ما حقق الهدف اللي أنشئ من أجله فهذا مشكلة هذا المشروع يعتبر بالحقيقة يعني فاشل من حيث أنه لم يحقق الهدف اللي أنشئ من أجله لكن إذا نريد ننظر لبعد بأبعاد أخرى أنه المشروع اللي يتجاوز المدة المخططة إله يعتبر فاشل من حيث الزمن المشروع اللي يتجاوز الكلفة المخططة إله يعتبر أيضا فاشل المشروع اللي ما يحقق المواصفات اللي مفروضة عليه يعني ما ينفذونه ضمن التصميم المتفق عليه أو ضمن المواصفات المعينة أيضا يعتبر فاشل لذلك هنا يجي تكليف مدير المشروع كيف يضمن أنه المشروع ينفذ ضمن الوقت والكلفة والمواصفات لكن إحنا لو نيجي ننظر لحالة المشاريع أو صحة المشاريع عالميا فحسب PMI Pulse of the Profession Report لسنة 2021 نلاحظ أنه المشاريع بنسبة كبيرة لا تخلص ضمن الوقت المحدد لاحظ أنه فقط 55% من المشاريع تخلص ضمن الوقت المحدد وفقط 62% تخلص ضمن الميزانية و12% من المشاريع تعتبر فاشلة و73% فقط من المشاريع هي اللي تحقق أهدافها و34% من المشاريع يتعاني مما يسمى بلسكوب كريب أو اللي هو يسمى تجاوز المتطلبات بعد مصادقة المشروع وحقيقة هذا العامل هو اللي قاعي سبب أو هو سبب الرئيسي في أنه المشاريع كثيرة تنتهي وتتجاوز المدنة مالتها وتتجاوز الميزانية مالتها أو ممكن حتى تصير فاشلة لذلك أنه مجموعة كبيرة من الأسباب اللي تقود إلى فشل المشاريع على رئيسها حسب البي اماي هو السكوب كريب والسكوب كريب هنانا مثلا نقدر نوضح بمثال بسيط أنه بعد إحالة مشروع معين مثلا خلنفض مشروع مدرسة فهذه المدرسة بعد الإحالة للمقاول يجي صاحب العلاقة اللي هو الجهة المستفيدة تجي تطلب مثلا زيد مواصفات الصبغ من الجدران زيد مواصفات الأرضيات تطلب مثلا إضافة أمور جديدة مثلا إضافة ملعب خماسي ما كان موجود إضافة صفوف إضافية ما كانت موجودة هذا كله رح يسبب بزيادة بالوقت وبزيادة بالكلفة لأن أكيد هذه الزيادات ما رح تنفذ بلاش والمقاول ما رح نفذ بلاش فرح يفرض على الجهة المستفيدة مبالغ ووقت إضافي مما رح يأدي إلى زيادة الميزانية المخصصة والوقت المخصص وما رح يتم إكمال المدرسة بالوقت المحدد ولا ضمن الميزانية المحددة وقد يأثر على ميزانية الجهة المستفيدة بشكل عام فالي هنا نجي نسأل السؤال إنه ما هي إدارة المشاريع وكيف تساعدنا في ضمان تنفيذ المشروع ضمن الوقت والكلفة فبعد ما شفنا إنه المشاريع يعني قعد عاني كثير من المشاكل ونسبة كبيرة قعد تتنفذ يعني خارج الوقت المخطط وخارج الميزانية المخططة فهنا يجي دور إدارة المشاريع الإدارة المشاريع إذا أريد نعرفها طبعا هذه التعاريف هي حسب معهد إدارة المشاريع العالمي فهي فهنا شنو يطلب إذن إدارة المشاريع هي حرفة حرفة مثل أي حرفة أخرى فاللي بيها مجموعة من المعارف بيها مجموعة من التقنيات والأدوات اللي لو يتعرف عليها المدير المشروع وفهمها وعرف كيف يطبقها على فعاليات المشروع رح يساعد على أن ينفذ المشروع ويحقق أهدافه ضمن يعني ويحقق احتياجيات أصحاب المصلحة فممكن واحد ينظر للمثال بسيط لأجل توضيح الصورة أنه لو شخص معين عنده العدة مالة نجار وفيها المنشار والشاكوش والدرنفيس والرندة وعنده خشب فلأجل هنا هسأل لو أريد يشتغل يسوي كرسي وهو ما عنده معرفة كيف يستخدم المنشار والشاكوش وبقية أدوات النجارة فما راح يتمكنه من إكمال هذا المنتج أو إكمال هذا المشروع ضمن وقت محدد وضمن كلفه محدد راح يتأذى لكن لو هو تدرب على كيف يستخدم هذه الأدوات والتقنيات الخاصة بالنجاري راح يتمكنه من إنجاز الكرسي بوقت سريع وبكلفة قليلة فلذلك هنا يجي الدور لمدير المشروع اللي يطلب أنه يتعرف على هذه التقنيات يدرسها يدخل دورات ياخذ شهادات يدخل مثلا شور السحنة عندنا في قسم الهندسة مدينية ندرس هذه المفاهيم الخاصة بالتخطيط وإدارة المشاريع فهي تمكن الشخص أنه يكون عنده المفاهيم والمهارات لأجل إدارة المشروع وإدارة الفعاليات بعدها أنه بالخبرة العملية راح تندمج المهارات النظرية إلى أن تقود إلى أن يكتسب مهارات إضافية يحصل بالإضافة لذلك شهادات اعترافية مثل شهادة PMP تمكنها من أنه يدوير المشروع بشكل سليم فهنا إذا نريد ننظر إلى أهم العمليات التي يمكن إجراءها خلال مرحلة إدارة المشروع التي ستساعد بضمان تحقيق المشروع أو إنجاز المشروع ضمن المحددات الرئيسية هنا طبعا العمليات حسب معهد إدارة المشاريع العالمية تبدأ بالإنيشيشيشن هي مرحلة بدء المشروع وبشكل مختصر خلالها يتم عمل ما يسمى هسا قد ما معمول بالبروجيكت شاتر بكل القطاعات لكن هي بشكل مختصر خلال هذه المرحلة يتم تعيين مدير المشروع وبشكل رسمي بكتاب رسمي من إدارة الشركة وأيضا يطون المعلومات الأساسية للمشروع فرضنا حال مشروع على سبيل المثال بناء محطة تحلية من قبل شركة معينة وهذه الشركة أيضا تمتلك مثلا مجموعة من الأقسام الأخرى مثلا قسم تصنيع البايبات قسم التبليد قسم البناء يعني إنتاج الطابوق إلى آخره فهنا رح يقلوا ليابا أنت مدير المشروع الآن الأصحاب المصلحة الرئيسيين اللي رح ينفرضون لأنه لازم تعامل إياهم هم مثلا مدير معمل البايبات مدير معمل إسفلت إلى آخره ويقلوا ليابا هاي التندر وهاي التصاميم وهاي باقي التفاصيل الخاصة بهذا المشروع وأيضا يطون في هذه مخاطر رئيسية يخلوها بالق لأنه مثلا يابا أكو عندنا مثلا نحتاج مصادقة لبعض الخطوات من بعض الجهات الحكومية المنطقة موجودة بمثلا بقع معين من المدينة وهاي البقع نحتاج أن ناخذ مثلا موافقة أصحاب الأرض إلى آخره فهاي الملخص عن المشروع أول نوم ينتقل إلى مرحلة التخطيط وهنا خلال مرحلة التخطيط راح يبدي يعيد مجموعة من الخطط الثانوية لأجل أنه يكمل ما يسمى بخطة تنفيذ المشروع أو خطة إدارة المشروع بداية يبدي بعمل خطة فخلال مرحلة إدارة نطاق العمل راح يبدي يدرس مواصفات المشروع متطلبات المشروع ويخلق ما يسمى بهيكل تجزيئة العمل أو وخلال هاي المرحلة راح أنه يضطر يخلص أو مثلا يكمل ما يسمى بـ وراح يتعرف على شنو هو ضمن المشروع وشنو ضمن ما هو واللي هو خارج المشروع بعدها يتم إكمال خطة الزمن فيكمال time management plan بعدها يخمس ويخطة إدارة الكلفة cost management plan بعدها النوب خطة إدارة الجودة وخطة إدارة أصحاب المصلحة وخطة إدارة الموارد وخطة إدارة المخاطر وبعدها بخطة إدارة التوريدات اللي هي procurement management آخر شيء بعد هنا يقفل المشروع بعد إكمال هذه الخطة طوالي الخطة لازم يتم إكمالها بالتعاون مع الفريق التنفيذي حتى تكون خطة مقبولة من جميع الأطراف بعد إكمالها والمصادقة عليها تبدي مرحلة الـ execution فهنا يبدي تنفيذ المشروع ويتم جلب الموارد حسب الخطة بالأوقات المحددة حتى تمشي عملية التنفيذ بشكل جيد أثناء عملية التنفيذ طبعا مرحلة المراقبة والسيطرة راح تكون مستمرة طبعا المراقبة والسيطرة هي تشتغل حتى في مرحلة الـ initiation ولكن الأهميتها تكمن في مرحلة التنفيذ فهنا راح يتم مراقبة الفريق ومراقبة أداء المشروع أو كلفة المشروع المخطط أو المواصفات يتم العودة إلى مرحلة التخطيط وإيجاد حلول بديلة وتحشيقها بالخطة تحديث للخطة ويتم العمل بها مجددا في مرحلة التنفيذ وتستمر هذه العملية إلى أن يتم إكمال جميع متطلبات المشروع والذي في نهايتها يتم غلق المشروع وبعد غلق المشروع واحدة من أهم الأمور التي تعملها خلال غلق المشروع هي أعمال قائمة أو عمل قائمة تسمى بالدروس المكتسبة فخلاء هذه القائمة يتم إدراج جميع الأمور التي تم يعني شنو المشاكل التي صارت وكيف تم معالجتها ويتم تدوينها بشكل يعني دقيق ومفصل حتى يتم الاستفادة منعدها من المشاريع المستقبلية التي تجي للشركة طبعا يمكن تعرف على هذه التفاصيل أكثر يعني إذا واحد يحب يطلع على بكل هذه التفاصيل بشكل أكثر الآن المراحل التي يتم بها أو مراحل عمو المشروع طبعا هي تختلف حسب طبيعة العقد لكن في الغالب المشاريع التقليدية المشروع بثق كنا من فكرة اللي الفكرة عادة طبعا تدخل في دراسة جدوى اقتصادية وفنية بعد أن تتبلور هذه الفكرة وتطلع مجموعة المشاريع كل مشروع يتم تصميم بشكل منفصل من قبل الجهة المستفيدة ومن خلال التصاميم يتم إعداد العطاءات والأوراق العطاءات والإحالة ويتم إعلانه وبعد إعلانه يتم استقبال الكشوفات من المقاولين وبعدها يتم اختيار المقاول الناجح بالمقاولة واللي هو رح يتبنى عملية التنفيذ بعد اكمال عملية التنفيذ رح يتم الاستلام الأولي وبعد اكمال فترة الصيانة يتم تسليم المشروع بشكل نهائي الآن هناك طبعا مثل ما لاحظت وسأتناء الكلام أنه أصحاب مصلحة لهم علاقة بالمشروع وأصحاب المصلحة تعريفهم هم أي جهة تتأثر أو تؤثر على المشروع فلو نريد ننظر إلى مشروع معين أنه لأصحاب مثلا أصحاب المصلحة لهم علاقة بتنفيذ بيت في منطقة سكنية فهنا نقدر نلاحظ أنه أصحاب المصلح ممكن طبعا أكيد هو المالك للبيت اللي طالب المشروع أيضا عندنا الجهة المنفذة المقاول وأيضا فريق إدارة المشروع أيضا جهة الحكومية اللي راح توافق على أعطاء إجازة البناء أيضا جيران بيت اللي مجاور إلهم وعلى أثرها خطة تنفيذ المشروع ممكن تتأثر فمثلا إذا قطعة الأرض يجاورها ثلاث جيران فما يمكن هنا مثلا عمل بأساس باستخدام الركائز راح يأثر على البناء المجاور فهنا يضطر المدير المشروع استخدام طرق أخرى لتنفيذ الأساس مثل الأساس الحصيرة أو غير من الأساس فلذلك الجيران يعتبرون أيضا ضمن أصحاب المصلحة فلذلك ضروري جدا يتم عمل خطة لإدارة أصحاب المصلحة ومعرفة متطلباتهم ومدى تأثيرهم على سير المشروع وعمل خطة دقيقة لتوفير متطلبات كل جهة لضمان أن جميع أصحاب المصلحة هم داعمين للمشروع وهدفهم كمان المشروع ضمن الوقت والكلفة والمواصفات نهاية أنه نحب نختم المحاضرة بهذه المقولة إذا ما تخطط لتنفيذ مشروع معين أو عمل معين فأنت قاعد تخطط للفشل وعلى ثرها محاضرتنا وهذا السن سيركز على التخطيط بصورة عامة بعد إكمال هذا المقطع أرجو من الجميع تسجيل في القناة اليوتيوب الخاصة به وحل هذا الواجب البيتي اللي يمكن يأما من خلال نقر الرابط أو من خلال مسح الـQR ضروري يتم إكمال هذا الواجب البيتي خلال أسبوع لأن بعد الأسبوع رح تنقلق الفورما المصادر اللي اعتمدناها بهذه المحاضرة هي المعهل دات المشاري العالمي و القايت project management body of knowledge شكرا جزيلا لإصلاعكم وفي حال هناك أي سؤال يمكن تواصل من خلال الجوجل شكرا جزيلا شكرا جزيلا لقد أعطي you شكرا جزيلا شكرا جزيلا